في الشأن الفلسطيني أفادت الأخبار الواردة من سجون الاحتلال بأن الأسرى حققوا ما نسبته 80% من المطالب التي خاضوا إضراب الحرية والكرامة لأجلها فيما تم تشكيل لجنة من الأسرى برئاسة عميدهم كريم يونس لبحث تنفيذ بقية المطالب خلال الفترة المقبلة مع مصلحة سجون الاحتلال في ظل صمودهم الأسطوري لـ 41 يوما انتهى بانتصار مدون تغلبوا فيه بأمعائهم الخاوية على انتهاكات مصلحة السجون حققوا على إثره عددا كبيرا من مطالبهم وصلت لنسبة 80% انتصرت إرادة الأسرى على إرادة السجان على إرادة الحكومة الإسرائيلية وعن جهيتها وتحققت العديد من مطالب الأسرى وإن لم نكن على اطلاع كامل بما تحقق إلا ما نشر في وسائل الإعلام من الزيارة الثانية، مدة الزيارة، ادخال الأحفاد وتشكيل لجنة لنضرع في بقية المطالب ولكن ما يهمنا قوله أن هذه المعركة كانت لها فلسفتها وأهدافها القانونية والسياسية لإضراب الأسرى ومعركة صمودهم الأسطوري التي تكللت بالانتصار إسهمات أخرى على الصعيد الفلسطيني الداخلي فقد أسهم الإضراب في لم شمل الطيف الفلسطيني وتوحيد الشعب الفلسطيني ولو في أدنى حدوده كما أنه أعاد قضية الأسرى إلى جوهر قضايا الحل النهائي في أي عملية تفاوضية مقبلة هذا الإضراب وحد الجهود الشعبية الفلسطينية وإن كانت في حدها الأدنى وهذا قد يعزز أيضا من مكانة الأسرى الفلسطينيين باعتبارهم فاعلا سياسيا داخليا لتعميق أو إعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وضعوا قضية الأسرى في محور أي مفاوضات قادمة على اعتبار أنها قضية رئيسية وأساسية للشعب الفلسطيني انتهى إضراب الأسرى وانتهت معركة الصمود الأسطورية لأمعاء أكثر من 1500 أسير فلسطيني فيما جاء الانتصار ليؤكد على دور الحركة الأسيرة في معركة النضال الفلسطيني وعلى مختلف الأصعدة من مدينة رمال المحتلة حافظ أبو صبرة رؤيا